إلى ذلك أكدى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الشام الركابي أن إخراج قوات التحالف الدولي من ضمن البرنامج الحكومي وأضف الركابي أن القوات العراقية قادرة على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد أشيرا إلى أن هناك فرقا أو فرقا فنية بين بغداد وواشنطن لبدء عملية إخراج القوات الأمريكية بطرق نظامية وتابع الركابي نعتقد أن العراق يختلف عما قبل 2003 بعلاقاته الطيبة مع جميع دول العالم والمجتمع الدولي فتن إلى أن العلاقة مع أمريكا وباقي الدول مبنية على أساس التعاون المشترك ومصلحة البلاد